بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبنائي وبنات الطلاف في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم نتعرف على أهمية علم النفس وأيضا أهمية علم الاجتماع أنا وأنتم في الدرس السابق تعرفنا على تعريف علم النفس وعلم الاجتماع وهذا الدرس أبناء وبنات الطلاب هو تابع للوحدة الأولى ما هي علم النفس وعلم الاجتماع درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم بإذن الله نتعرف على أهمية علم النفس وعلم الاجتماع كما تعرفنا في الدرس السابق على تعريف علم النفس وعلم الاجتماع في هذا الدرس أنا وأنتم أبناء وبنات الطلاب سوف نصل إلى ماذا؟ من المتوقع في نهاية درسنا لهذا اليوم بإذن الله نحدد الأهمية النظرية والتطبيقية من دراسة علم النفس بمعنى نظريا وعلميا ما هو أهمية أو ما هي أهمية علم النفس وما هي أهمية تطبيق علم النفس أيضا أبناء وابناء الطلاب نوضح الأهمية النظرية والتطبيقية أيضا لعلم الاجتماع كيف ندرسه علميا وكيف نطبقه أيضا نميز بين دراسة علم النفس وعلم الاجتماع في نهاية هذا الدرس بإذن الله نستطيع أو نكون قادرين بإذن الله على التمييز بين دراسة علم النفس وعلم الاجتماع بمعنى من أراد أن يكمل بعد هذه المرحلة بإذن الله دراسة علم النفس وعلم الاجتماع من خلال ما سوف نتعرف عليه في درسنا لهذا اليوم نستطيع أن نأخذ فكرة لو مصغرة عن دراسة علم النفس وعلم الاجتماع وفي الأخير نتعرف أنا وأنتم على العلاقة والتكامل والترابط بين علم النفس وعلم الاجتماع كيف أن هذين العلمين مترابطين مكملين لبعضهما الآخر بمعنى أنه لا يمكن أن ينفصل علم النفس عن علم الاجتماع ولا يمكن أن يكون علم الاجتماع إلا بوجود علم النفس بسم الله نبدأ لكل علم أبناء وبناء الطلاب أهميته في الحياة اليومية ولكن لماذا ندرس علم النفس وعلم الاجتماع لماذا ندرس هذين العلمين لماذا أبناء وبناء الطلاب ندرس علم النفس وعلم الاجتماع وفي حياتنا العديد من العلم قد نمر ونجد في حياتنا علم الرياضيات وعلم الكيميا وعلم الفيزياء أهمية علم النفس وعلم الاجتماع لماذا تأتي أهمية علم النفس وعلم الاجتماع برأيكم أبناء وبناء الطلاب أحسنتم لأن علم النفسي وعلم الاجتماع يزيد أو يساعد على زيادة مهارة التواصل مع الآخرين من خلال ماذا؟ التعبير عن الذات والتعبير عن النفس وأيضاً مهارة الاتصال مع الآخرين لكي لا نفهم ولا نفهم الآخرين بالشكل الخاطئ بالإضافة إلى معرفة كيفية التعاطي مع العادات والتقاليد والمجتمعات باختلافاتها الاجتماعية باختلافاتها في أيضاً أبناء وبناء الطلاب اختلافها أيضاً في العادات والتقاليد هي أيضاً قائمة على هذين العلمين وهما علم النفس وعلم الاجتماع أولاً أولاً أهمية دراسة علم النفس ما أهمية دراسة علم النفس ولماذا علم النفس أبناء وبناء الطلاب مهم لماذا علم النفس مهم أبنائي لا بد أن نركز على هذا السؤال ما أهمية أحسنتم دراسة علم النفس برأيكم ما أهمية دراسة علم النفس أحسنتم أبنائي أولاً هناك شقيني لهذا السؤال أهمية نظرية وأهمية تطبيقية أولها الأهمية النظرية يساعدنا علم النفس على معرفة المبادئ والقوانين التي تعرف وتفسر وتوضح لنا السلوك الإنساني أو السلوك النفسي إذن هذا العلم بمعنى أنها المادة العلمية الأهمية النظرية أي المادة العلمية العلم النفس أولها تعرفنا على المبادئ والقوانين التي من خلالها نفهم السلوك الإنساني أيضاً معرفة أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا وأيضاً أفكار وسلوكيات مع من نحتك ومن نعيش ومن نتعامل أيضاً معرفة أفكار ومشاعر وسلوكيات الآخرين فمثلاً سامي طفل يبلغ من العمر ست سنوات شقي جداً ففي مرة من المرات قام بجرح أخته سلوى ومرة أخرى ضرب أخته فهذه إذن من خلال ما نتعرف عليه من الأهمية النظرية نتعرف على شخصية سامي أنه ماذا؟ أحسنتم كيف يتعاطى وكيف يتعامل مع أخوته داخل البيت الثاني أو الشقة الثاني هي الأهمية التطبيقية تعرفنا على الأهمية النظرية وأن نتعرف على القوانين والمبادر ومعرفة هذه القوانين والمبادر القائمة على علم النفس كيف نطبق كيف نمارس هذا العلم على حياتنا اليومية على حياتنا التي من خلالها نتعاطى ونتعامل مع الناس الأهمية التطبيقية يساعدنا علم النفس في ماذا؟ على تنظيم الحياة وعلى التعامل مع الآخرين أيضا على تعديل السلوك والأفكار من خلال علم النفس فيما لو طبقنا هذا العلم بعد أن تعرفنا على الجانب النظري وقمنا بتطبيق هذا الجانب من خلاله نستطيع أن نغير أفكارا وأيضا نستطيع أن نغير من لديه سلوك متغير سلوك لا قدر الله منحرث من خلال هذه الأفكار أو من خلال علم النفس ومن خلال ما تعرفناه في الجانب النظري من خلال ذلك نستطيع أن نطبق ما تعرفنا عليه أيضا نتخلص من المشكلات أو نقلل من حدة المشكلات وحدة تأثيرها إذن تعرفنا على الجانب النظري لعلم النفس وما هي أهميته وأيضا الجانب التطبيقي لعلم النفس وأيضا أهميته أهمية الجانب أو دراسة علم الاجتماع أيضا لها جانبين كما تعرفنا عليه في الجانب التطبيقي في علم النفس وأيضا في الجانب النظري في علم النفس في علم الاجتماع الأهمية النظرية هي تقريبا مقاربة العلم النفس بمعنى أنها عبارة عن مادة علمية من خلالها ننطلق إلى تطبيق هذا العلم في حياتنا اليومية أن نتعرف على المبادئ والقوانين وكيف أحسنتم أبناء وبنات الطلاب الهدف من علم الاجتماع من خلال مسمى أبناء وبنات الطلاب هي ما يخص وما يمس المجتمع من أفراد المجتمع من خلال الظواهر من خلال العادات التي تظهر من خلال العادات التي تنتشر على نطاق واسع هذا العلم أبناء وبناء الطلاب علم الاجتماع من خلاله يستطيع أن يلاحظ أحسنتم أن يدرس أن يضع الحلول لجميع المشكلات الاجتماعية التي تظهر على نطاق واسع في المجتمع كما ذكرنا في الدرس السابق أن المشكلة الاجتماعية لا بد أن تكون في نطاق عريض في المجتمع في هذه الحالة تسمى مشكلة اجتماعية بمعنى أن ندرس هذه الظاهرة أن نحللها أن نضع أيضا لها الحلول من خلال الأهمية أو المادة النظرية أيضا التعرف على الوظائف التي تؤديها هذه الظاهرة الاجتماعية ومدى استقرارها وتماسك المجتمع أيضا أبناء وبناء الطلاب كما ذكرنا أن الأهمية النظرية لمادة أو العلم الاجتماع أيضا له أهمية تطبيقية من خلاله نطبق ما درسناه وما تعلمناه أو من خلال المادة العلمية الغنية لعلم الاجتماع التي تتضمن العديد من القوانين العديد من الدراسات العديد والعديد من الحلول لأغلب المشكلات الاجتماعية أيضا من خلال التطبيق لهذه المادة أو لهذا العلم نستطيع أن نوجه المجتمع لما هو أصلح على أساس علمي صحيح من خلال دراسة الظاهرة دراسة تحليلية نظرية أحسنتم من خلال هذه الدراسة أو من خلال الأهمية النظرية لماذا لعلم الاجتماع نستطيع أن ننطلق لتطبيق هذا العلم من خلال التوجيه الصحيح للمجتمع أيضا نستطيع من خلال هذا العلم إذا طبقناه بالطريقة الصحيحة ومبادئه وقوانينه أن نزود الباحثين وعلماء الاجتماع بالمعلومات والإحصاءات الدقيقة التي من خلالها أبناء وبنات الطلاب أصحاب القرار والقادة يستطيعون أن أحسنتم أن يتخذوا القرار من خلال هذا العلم من خلال ما قام به علماء الاجتماع من خلال ما قام به الباحثين في هذا العلم وما طبقوه من العلم الذي تعرفوا عليه ومن خلال الأهمية النظرية قاموا بتطبيقه يعطي لهم دلالات وأرقام وإحصاءات تساعدهم على اتخاذ القرار أبنائي أهمية علم النفس وعلم الاجتماع كما ذكرنا لكم أنها ذات جانبي نظري وتطبيقي ما هو الفرق في دراسة الظواهر بين علم النفس وعلم الاجتماع بمعنى أبناء وابناء الطلاب بلغة سهلة كيف يشاهد علم النفس الظاهرة الاجتماعية وكيف يتعاطى ويشاهد علم الاجتماع الظاهرة الاجتماعية كيف يشاهد علماء النفس الظاهرة الاجتماعية وكيف يشاهد علماء الاجتماع هذه الظواهر كيف ندرس الحالة النفسية إذن أبنائي لدينا شاب اسمه هشام شخصيته مرحة جدا ولكن مر بظروف أدت إلى أن يدخل في حالة من الحزن وحالة من الإنعزال أدت إلى ماذا؟ إلى ابتعاده عن أصحابه عن زملائه هذا أثر على ماذا؟ أثر على دراسته الجامعية حيث أنه أصيب بالملل والحزن ودخل في حالة من الإكتئاب من خلال ما ذكرناه عن حالة هاشم أبنائي وابنة الطلاب كيف يمكن أن ندرس حالته النفسية؟ أحسنتم ممتازين علم النفس أو هذه القصة وضحت لنا سلوك ممتازين حزن، انعزال، ابتعاد إذن علم النفسي يدرس لنا سلوك الفردي وما يصدر منه من جميع الجوانب ولكن سوف نتعرف كيف يرى علم الاجتماعي هذه الظاهرة كيف يدرس الحالة أو ندرس الحالة الاجتماعية؟ كما ذكرنا لكم هناك أكيد كما ذكرنا في قصة هاشم جوانب نفسية وجوانب اجتماعية تعرفنا على السلوك الذي صدر من هاشم ما هو؟ حزن، جانب وجداني، اكتئاب، ابتعاد عن زملائه تأثرت دراسته، الجانب المعرفي تأثرة في الجامعة فهذا هو الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي ندرس ما يدور حول هشام من علاقات الاجتماعية الظروف التي مر بها اقترانه أو ترابطه أو تعاطيه مع من حول هشام فيما ذكرناه في القصة السابقة إذن هل علم النفس له رؤيته للحالة أو المشكلة؟ وعلم الاجتماع أيضا له منظوره وجميعا يلتقون في نقطة واحدة ما هي أبناء وبناء الطلاب؟ ما هي النقطة التي يلتقي فيها علم النفسي وعلم الاجتماع؟ أحسنتم هي دراسة هذه الظاهرة من جانبين جانب النفسي وجانب الاجتماعي الجانب النفسي ما يراه علم النفس والجانب الاجتماعي ما يراه علم الاجتماع الجانب النفسي هو السلوك وما يصدر من الفرد والجانب الاجتماعي ما يحيط بهذا الشخص من مجتمعه وما أدى إلى ظهور هذا السلوك ما هي أوجه التكامل بين علم النفس وعلم الاجتماع؟ أي ما هو الترابط أو ما هي أو كيف يترابط علم النفسي وعلم الاجتماع؟ أبنائي عندما يلعب فريق كرة قدم بشكل منفصل كل يلعب على حدة بلا خطة بلا تخطيط بلا فكر يوجه هؤلاء اللاعبين فالنتيجة ما هي أحسنتم فالنتيجة هي الخسارة لأنه لم يكن هناك اشتراك لم يكن هناك تعاون في اللعب لم يكن هناك تخطيط واضح لهذه المباراة فكانت النتيجة أبنائي وبناء تطلب ما هي أحسنتم الخسارة كيف نطبق ذلك أبناء وبناء تطلب على علم النفسي أو علاقة علم النفس بعلم الاجتماع أن الأفراد هذا الفريق لم يتعاونوا مع بعضهم البعض فكانت النتيجة ماذا أحسنتم بمعنى إذا لم يكن هناك ترابط بين علم النفسي وعلم الاجتماع ماذا يحدث أحسنتم عندما يجتمع أو يبتعد يحدث هناك أبناء وبناء تطلب فجوة كبيرة بين علم النفسي وعلم الاجتماع على عكس لو اجتمع هذين العلمين فماذا ينتج عنها ينتج عنها دراسة الاستلوك بصورة مستفيضة وافرة كاملة وأيضا دراسة الظروف الاجتماعية ونتائجها والوصول أحسنتم إلى حلول لحل هذه الظواهر الاجتماعية لدينا أمثلة أبناء وبناء تطلب بإمكانكم أن تقرعوها أبنائي واجب المسلمين أو نحن كمسلمين لا بد أن نعتني بالدراسات النفسية والاجتماعية لعدة أسباب أولاها واجب إسلامي في القرآن الكريم والسنة النبوية حثنا على الاهتمام بالجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية من خلال الآيات والأحاديث التي نعرفها ووردت تحثنا على الاهتمام بالجانب النفسي بالتعامل بالسلوك وأيضا بتعاملنا مع الآخرين من خلال إفشاء السلامي وغيرها وغيرها الكثير من التصرفات التي تقربنا وتجعلنا مجتمعا مترابطا سليما نفسيا أيضا الشريعة الإلهية التي جاءت لترتقي أحسنتم وتنقل نفس المجتمع ولا يتحقق ذلك إلا باجتماع هذين العلمين حرص الإسلامي على صفاء النفسي وصفاء المجتمعات من الظواهر الاجتماعية التي قد تؤدي إلى اختلاف وانحراف المجتمعات وانتشار الظواهر الاجتماعية السلبية والسيئة إذن أبناء وابناء الطلاب في هذا الدرس أنا وأنتم تعرفنا على أحسنتم أهمية الدراس أو أهمية علم النفسي وعلم الاجتماع ما تعرفنا عليه من الجوانب النظرية والتطبيقية لعلم النفس والجوانب أيضا النظرية والتطبيقية لعلم الاجتماع وبذلك أبناء وابناء الطلاب أيضا تعرفنا على حرص الإسلام وعلى ما يقوم به من توجيهنا إلى العناية والاهتمام بالدراسات النفسية والاجتماعي وبذلك أبناء وابناء الطلاب ننهي درسنا لهذا اليوم شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح شكرا ومقدرا لكم